اشتركوا في القناة شراء هذا الاستهداف شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ومصرات مظاهرات حاشدة تأييدا لعملية بركان الغضب تحت شعار جمعة دعم محاور وأوضح المتظاهرون عبر كلماتهم تأييدهم لكلمة رئيس فايز السراج والتي أكد فيها رفضه العدوان لدول مصر والإمارات وفرنسا ودعمها لمجرم الحرب حفتر كما استنكر المتظاهرون دور البعتة الأممية حيث حملوا صورة تطالب برحيل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب أن قوات الجيش الليبي نجحت صباح اليوم الجمعة من تمشيط مناطق واسعة خلف معسكر اليارموك وتعاملت مع بعض جيوب ميليشيا ومرتزقة مجرم الحرب حفتر وأضاف المكتب الإعلامي أن مدفعية الجيش تمكنت من استهدافه لجمع لميليشيا حفتر بشكل مباشر ودقيق بنفس المحور مؤكدا بحسب سرية الاستطلاع عددا من القتلى والجرحى خلال هذا الاستهداف استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمقر البيعتة الليبية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك وكيل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية ديفد هيل برفقة مساعد وزير الخارجية ديفد شانكر وأكد وكيل وزير خارجية الولايات المتحدة خلال اللقاء حرص الإدارة الأمريكية على تنمية العلاقات الثنائية مع ليبيا ودعم الشعب الليبي لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وقال إن حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى المسار السياسي وفقا لخطط الأمم المتحدة من جانبه عبر سيد الرئيس عن شكره لدعم الإدارة الأمريكية لحكومة الوفاق الوطني مؤكدا التصميم على دحر العدوان والتمسك بالثوابت الوطنية والتزام بناء دولة مدنية ديمقراطية هي تموجد ذمت في حفظ الله ورعايته موسيقى